السلام عليكم رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله اليوم رح ناخد جزئية الاخيرة من مادة علوم الارض الصفي التاسع درسنا اليوم رح يكون ان شاء الله عن تعاقب الليل والنهار المرة الماضية بالفيديو السابق حكينا عن درس تعاقب الفصولي الاربعة حكينا عن سبب الرئيس اللي ادى الى هاي الظاهرة وشو اهم الاسباب اللي ادت الى تعاقب الفصول وشو اهم التغييرات اللي بتصير بكل فصل رح نكمن ونحكي عن تعاقب الليل والنهار انا لما احكي عن تعاقب الليل والنهار لازم احكي عن السبب الرئيس اللي ادى الى ذلك طبعا السبب هو انو لما تدور الارض حول محورها وحكينا من المرة الماضية محور الارض هو عبارة عن محور افتراضي او خطوة وهمي فلما الارض تدور حولين هذا المحور طبعا دورة كاملية قداش كل 24 ساعة يعني اليوم الكامل بنتج عنه الليل والنهار فبهاي الحالة بقدر اسميه اليوم الارضي طبعا طول الليل وطول النهار بيختلف من فصل لفصل المرة الماضي حكينا انو كل فصل له خلينا نحكي طول نهار بيختلف عن فصل تاني فعلى سبيل المثال لنا فصل الصيف انو طوله او طول النهار فيه بيزداد بينما طول الليل بيقصر أما فصل الشتاء بيكون بالعكس طول الليل بيزداد وطول النهار بيقصر أما حكينا الربيع والخريف فهي تقريبا بيكون طول الليل وطول النهار تقريبا متساويين هون بعض الصور اللي بتبين الليل ونهار في نحاء الكرة الأرضية تمام هلأ ننتقل لموضوع تحديد مواقع الصلاة تبعا لحال شمس في سماء يعني أنا كي بدأ أقدر أني أحدد مواقع الصلاة طبعا اعتمادا على وجود أو وضعية الشمس الموجودة في السماء أو شي صلاة الفجر بقدر أحددها أو بتبدأ لما يوصل ضوء الشمس بعد سبب التشتت طبعا لما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة أما صلاة الظهر بقدر أحددها لما يكون طول ضل العصى أقصر ما يمكن يعني لو جبنا عصى وحطناها بشكل عامودي فبلاحظ لما يكون ضلها أقصر ما يمكن هون بقدر أحدد صلاة الظهر أما بالنسبة لصلاة العصى هون لما يكون طول ضل العصى مساوي لطول العصى طبعا بالإضافة إلى طول أقصر ضل يعني بالإضافة إلى وقت أو خلينا نحكي وقت الظهر أما بالنسبة لصلاة المغرب أمتى بقدر أحددها لما تختفي حافة قرص الشمس العليا تحت الأفق وآخر إشي عندنا صلاة العشاء أمتى لما يتلاشى الضوء كليا وتكون الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة طيب نحل أسئلة الفصل الموجودة عندي بالكتاب صفحة 55 السؤال الأول بحكي لي اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي واحد الأطوار التي يمر بها القمر ناجمة عندها وران طبعا جواب جيم واللي هو إنه القمر حول الأرض لما الأمر يدور حول الأرض ساعتها بنتج عندي الأطوار اتنين يحدث كسوف الشمس حينما يكون القمر لما ايش يكون القمر محاق يبقى جواب لتنين با محاق تلاتة يحدث الخسوف حينما يكون القمر جواب ألف واللي هو إنه يكون القمر بدر أربعة يكون المد أعلى ما يمكن حينما يكون القمر أعلى مد بصير لما القمر أو لما يكون القمر بطور البدر يبقى جواب ألف السؤال الثاني بحكي لي علل ما يأتي ألف عدم حدوث الكسوف في كل شهر ليش ما بصير عندي كل شهر كسوف؟ طبعا الجواب إنه لأنه من شروط الكسوف وقوع كل من الأرض والقمر والشمس يعني الثلاثة أجرام السماوية هذول لازم يكونوا على سقامة واحدة طبعا هذا ما بصير بكل شهر ليش؟ لأنه مستوى دوران القمر حول الأرض بيميل عن مستوى دوران الأرض حول الشمس تمام بها بحكي لنا علل برضو ظهور وجه واحد للقمر ليش؟ طبعا حكينا طبعا هذا بالدرس أطوار القمر لأنه المدة الزمنية اللي بيحتاجها القمر للدوران حولها نفسه بتساوي المدة الزمنية اللازمة حتى يدور حولين الأرض فبالتالي يعني إنه وجه القمر نفسه رح يبقى موجه للأرض والوجه الثاني أو الوجه الآخر رح يكون متجه أو مبتعد عن الأرض فعشانيك ما منقدر نشوفه نهائيا من الأرض بس منشوف وجه واحد السؤال الثالث بيحكي لي وضح المقصود بكل من الوحدات الزمنية الآتية واحد اليوم الأرضي شو المقصود باليوم الأرض؟ لسا حكينا قبل شوي هو لما تدور الأرض أو عندما تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة وبينتج منها إيش؟ الليل والنهار اثنين الشهر القمري شو يعني شهر القمري؟ هي المدة الزمنية اللي بيحتاجها القمر لإكمال دورة كاملة حول الأرض يعني لما يدور القمر حول الأرض طبعا دورة كاملة طبعا مقدارها رح تكون 29 يوم و53 جزء بالمية من اليوم ساعتها بنسميه الشهر القمري أما ثلاثة السنة الهجرية هي الفترة الزمنية طبعا حتى إنه القمر يكمل 12 دورة حول الأرض طبعا هي رح تكون أكيد أقصر من السنة الشمسية شو يعني السنة الشمسية؟ هي الفترة الزمنية اللازمة لدوران الأرض حول الشمس دورة كاملة وهي تقريبا 365 يوم و25% من اليوم السؤال الرابع بحكينا أذكر طبعا ألف أذكر أسماء شهور السنة الشمسية والقمرية نبدأ بأسماء شهور السنة الشمسية ليه بتبلش كانون الثاني شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشريني الأول تشريني الثاني وكانون الأول طالب مني كمان أسماء شهور السنة القمرية محرم سفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادة الأولى وجمادة الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذي القعدة وذي الحجة طيب ما أيهما أطول السنة الشمسية أم السنة القمرية ولماذا؟ مين أطول؟ طبعا حيكون السنة الشمسية أطول من السنة القمرية ليش؟ لأنه السنة الشمسية حكينا قبل شوي 365 يوم و25 جزء من اليوم 25% من اليوم أما السنة القمرية هي 354 يوم و36% من اليوم طبعا تقريبا تقريبا الفرق بناتهم لو من نيجي نطرحهم تقريبا عشر أيام فإذن السنة الشمسية هي رح تكون أطول من السنة القمرية السؤال الخامس بحكينا نستطيع رؤية القمر ليلا ونهارا نفسر ذلك طبعا جواب وذلك القرب القمر من الأرض عشان هيك بيبدو لامعا أو رح يبدو لامعا بحيث يمكن رؤيته ليلا ونهارا يعني بسبب المسافة الموجودة أو بين الأرض والقمر القصيرة طيب السؤال السادس بحكينا تخيل أنك تعيش على سطح القمر المقابل للأرض كيف ستبدو لك الأرض؟ هل ستمر بأطوار كأطوار القمر؟ وهل ستغير الأرض موقعها من السماء؟ ولماذا؟ طبعا لو نتخيل أنه إحنا عايشين على سطح القمر المقابل للأرض طبعا رح تظلها الأرض كروية ورح تمر بأطوار كأطوار القمر يعني العكس كأنه إحنا منشوف العكس ولكن كيف؟ يعني لما يكون القمر محاق عند رصده من الأرض رح يبين أو رح تبين الأرض الموجود أو الراصد الموجود على القمر في طور البدر ولعكس صحيح لما يكون القمر بدر طبعا على الراصد الموجود في الأرض بالنسبة للراصد الموجود على القمر رح يكون طور محاق طبعا بهيك أنهينا درسنا وأنهينا مادة العلوم لأرض الصف التاسع الجزء التاني كل عام وإنتم بخير إن شاء الله نكون نستفدنا من كل الفيديوهات ويعطيكم العافية